30 اللي هي 30 May and might 2 طبعا شرحنا من الوحدات السابقة 29 وحدة وابسطنا الى الوحدة 30 من كتاب grammar news مستخدم بالتربية والاداب وكتلك اللغات حسب المراحل يعني ممكنها بنفس المرحلة ننجي الى A اللي هو يعتبر الفقر الاولى اللي هي we use may نستخدم شنون نستخدم may and might to talk about possible actions هنا انتم هياي possible actions يعني شنو احداث محتملة or happenings او اشياء ممكن تحدث شنو يمته in the future في المستقبل اذا me and might اول ملاحظة عليهم ان هون اشياء تحدث يمته في المستقبل واكو امكانية حدوث possible يعني مو شي certain مثال i haven't decided yet where to go on holiday بهاي العطلة i haven't decided لم اقرر لحد اللحظة وان اروح في هذه العطلة i may go to irland ربما اروح علما الى irlanda i may go طبعا may or might مثل ما نعرف يجب عدهن فعل مجرد باعتبارهن افعال ناقصة يعني may go to irland شنو معنى may i may go to irland يعني perhaps ربما i will بالمستقبل ربما اذهب الى هناك شنو معناتها possible actions شي محتمل in the future في المستقبل مثال ثاني take an umbrella with you اخذوا ياك imbrilla ليش it might rain later ربما شنو تمطر لاحقا it might rain ربما شنو تمطر لاحقا might rain و later ربما تمطر يعني شنو ربما ستمطر يمتى مستقبلا بعد ثلاثة the bus isn't always on time مو دائما الباس يجب الوقت المناسب we might ربما قلنا have to wait a few minutes ربما يجب علينا يعني ننتظر لتقائق اخرى شنو معناتها perhaps ربما we will have to wait ربما يجب علينا الانتظار شنو معناتها possible actions حداث محتملة يمتى نضف يوفجر في المستقبل طيب هذا الاثبات the negative شنو يعني negative انه فيه the negative forms اشكال من فيه are may not or might not أو might not mightn't واللي هي اختصار شنو might not مختصرة مو شائعة جدا ولكن هو هذا موجود يعني مثال amy may not go out tonight she is isn't feeling well هنا عدنا امي mightn't وشنو not go out tonight ربما هذه الليلة مرح تطلع امامي امي العاف وما تقدر تطلع ليش she is not feeling well لم تشعر بالسوء يعني ربما مريضة she will not go out هنا عدنا شن الفرق فقط not هنا انا not هنا انا not يعني اشياء شنو محدث همل اللا تحدث يمتى بالمستقبل there might not be ربما لن يكون هناك enough time وقت كافي to discuss everything at the meeting ربما لم يكن لدينا وقت كافي الناقش كل شيء في الاجتماع شنو معناتها perhaps there will not لن يكون هناك وقت كافي انه احداث محتمل تحدوث يمتى بالمستقبل سواء كانت مثبتة او من فيها ما راح تفرق عندي كمبر قارن الي بين وال وبين ما يو ميت شن الفرق بينتن I'll be late this evening هذن الليلة س أتأخر شن for sure انا متأكد تلليلة راح تأخر في هاذا المساء انا راح اجيب تأخر لان ليش عندي اه قد يكون قرار مسبق او قرار حاني او فدشي دالة ليلة انا راح تأخر I may or might be late ربما اتأخر هنا إذن will sure may or might possible شن يعني will متأكد غير متأكد او عبارة عن شنو عبارة عن احتمال ان شاء الله هذا فيما يخص اي اللي هي الاستخدام الرئيسي اللي may or might انتقلوا لي الى usually you can use نقدر نستخدم شنو may or might يعني interchangeably اي واحدة اقدر استخدمها so you can't say حتى شنقول i may go to irland i may go to irland or i might go to irland سؤال اقدر ابدل بناتهم الجواب نعم تقدر تستخدمهم يعني may لا فمو قد اي واحدة صح جين might be able to help you ربما قادرة على مساعدتك might جين may be able to help you ربما قادرة على مساعدتك نقدر استخدمهم استخدام ما بي مشكلة انتو تشنجر لي بعض البناتهم يعني ولكن we use only might نستخدم might ما نستخدم may لانه هاي ممنوع استخدامها شوقت when the situation is not real عندما يكون situation او الموقف غير حقيقي لازم استخدم might ما نستخدم may may احتمالية الحدوث might احتمال شيء اصلا غير حقيقي مثل شنو if they paid me better لو هما دفعوا لي او انطوني اجور اكثر افضل i might work harder ربما ساعمل بجهد اكثر لو دفعوا لي اكثر ساعمل بجهد اكثر المسألة not ما اقدر استخدم may ليش لانه كل هذا عبارة عن imagination فالشيء خيالي لو دفعوا لي كنت اشتغل افضل المسألة not real لا هما دافعي له ولا هو مش تغل اذا الممنوع استخدم may استخدم might وهنانا بالدليل شنو استخدام if و if من يا درجة second اللي هي for imagination يعني خيال اشياء غير واقعية the situation here الموقف هنا دي اشرح ليها is not real ما حقيقي ليش because they don't pay me well اولا هما مدير فعولي so i'm not going to work harder واني ما اعمل بجهد خلاص اللي يعني قلنا not real واشرحنا هذا الموقف قلنا غير حقيقي نستخدم might و ممنوع استخدم may ليش شيء اصلا مواقعي ولا محتمل الحدوث see there is a continuous form اكو عندنا شكل شنو مستمر ديما مع might may شنو هو may or might be و شنو ing may or might be و ing compare this مع will be و فعلش يحمل ing شلون don't phone at 8.30 انا نقلك لا تخابرني الساعة بثمانية و نصف i'll be watching the football on television شرحنا هذا في السابق قلنا مستقبل مستمر يعني في ساعة معينة في وقت معين بالمستقبل راح اكون تحت عمل او في منتصف عمل شيء ما هنا لا تخابرني ثمانية و نصف ساكون او سوى اشاهد مباراة قرة قدم على التلفاز بهذا الوقت انا مشغول في المشاهدة بينما don't phone me at 8.30 هنا لا تخابرني ثمانية و نصف i might be watching هنا انا ايضا مستمر ولكن مو وال لا او اقدر اقول may be watching اي واحد استخدمها صح دفت بالماتش ان تيدي ما شنو فرقها perhaps i'll be watching perhaps ربما يعني فوق انا خلاص مقرر انه ساعة بثمانية و نص راح اتابع المباراة اللي استخدمنا for sure انا متأكد اما اللي استخدمت might be watching ربما اكون اشاهدها في المسألة شنو possible sure يعني will وياها sure may or might وياها بسبل شيء محتمل بعد we use also may might هنا نستخدم شنو may or might وراهن be وراهن فعلي يحمل ing for possible plans شنو يعني بسبل plans يعني خطط محتملة بالمستقبل خطط محتملة بلانز يعني خطط مستقبل خطط مستقبلية محتملة مثلا i'm going to irland in june هنا i'm going استخدمنا المضارع المستمر i am وفعلي يحمل ing to irland هنا شنو for sure يعني شنو for sure for sure يعني متأكد بينما i might be going or may be going to irland soon إلى irlanda هنا شنو هنا بسبل إذن هذا sure وهذا بسبل اللي استخدمناه لأزمن الأخرى sure عما may or might فهي بسبل يعني شنو احتمال sure keep و بسبل شيء محتمل but you can also say نقدر نقول might go or may go with little difference in meaning هنا راح يكون الاختلاف شنو قليل أو بسيط بالمعنى تعالوا لإلا دي might as well شلون يعني might as well هلينان clara clara العفو هنا دولا الاثنيا have just missed the bus شنو الباس عافهم وين راح the buss run every hour والباسات تجي كل ساعة what shall we do نعم واحدة سئلة الثانية shall we walk يعني لازم نمشي لو شنو إشغالة لها we might as well we might as well it's a nice day and i don't want to wait here for an hour we might as well شنو يا قصد we might as well يعني ربما هذا الأفضل بالنسبة عندنا لأننا ما ريد أنتظر ساعة كاملة خل نشوف شنو الاستخدام we might as well do something نفعل شي we should do it لازم نسوي هذا الشي because there is no better alternative لما عدنا بديل أفضل هنا من عافهم البديل ينتظرون ساعة لا يريد أن ننتظرون ساعة لذا جاءت we might as well أفضل أنه نمشي there is no reason not to do it ما عدنا سبب آخر أنهم أن نسوي هذا الشي يعني إذا ما عندي بديل أفضل عدم توفر البديل استخدم ياشنو might as well we might as well وندفع وتكمله شنو هنا عافهم الباص ولازم ينتظرون ساعة فجاءت لها we might as well لازم يمشون هذا هو الأفضل بالنسبة لهم هاي فيما يخص دي اللي هي might as well وقلنا استخدامها أنه لا يوجد بديل أفضل what time are you going ناخذ might as well may as well عفو is also بصب الله أيضا محتملة what time are you going out في أي وقت تطلع قال لي well I'm ready so I might as well go now وعني أيضا شنو لازم أروح الآن قلنا ما عدنا بديل أفضل نستخدمها الباصات جدا غالية هذه الأيام so might as well get a taxi هنا من الأفضل أو البديل أو عدم توفر البديل هي taxi أفضل من الباصص بأنه الباصص expensive وهذه أفضل taxes are as good بعد شنو or no more expensive جيدة و لم تعد شنو غالية هذا هو استخدام شنو استخدام might as well أو may as well هي شنو استخدامها نسوي هذا الشيء لازم نسويه لأنه ما عدنا بديل أفضل فيما يخص 31 وحدة القادمة إن شاء الله هي الوحدة الواحد والثلاثين إلى ذلك الحين أراكم في كل الخير إن شاء الله شكرا شكرا شكرا